اسمي ديالي هو ريانيس عندي عشرين سانة و جيت من جزائر ام ديالي هالي شجعتني وخلتني انجي البرنامج هذا هي مليكن صغير ويتبع فيه الحمد لله كان تشوفني لعب مشهور نجيت لنا هنا و باش تحق لها الحمد لله ان شاء الله انا قبل ما انجي البرنامج كان الهدف ديالي من حق النهائي الحمد لله حق الهدف هذا المشهور كان صعب شويه كان فيه بزاف عقابات صرتو دائرة الخاطر اصبع امر اصبع الحمد لله انا عرفت كيفاش نجيل الدقة ديالي وقدرت نوصل مني انا كنت في دائرة الخاطر ثلاث مرات مستسلمت وضعفت المجهودة ديالي باش مبين لهم بلي انا مستهل نكون في البرنامج هذا تالت داعب بداية الخطر لهذا الأسبوع هو انيس اول مرة طلعت في دائرة الخاطر جات منها من عند صحابي ماكوش قانسينا فيها مرة التانية والتالتة وضعتني لجنة في دائرة الخاطر مرة دونة واصلكني الثلاث مرات انيس انيس من الفريق الاصفر الف مبرو حاجة كبيره وخلصك مرة دونات لتمرات لازم مخيبش هذه التيقة ديالو ولازم نزيد نتبت له كتر وكتر باش يزيد يعطيني تيقة ونكون انا دي فيكتوريوس مهارات اللي تخليني باش مكون دي فيكتوريوس هما سبابين انا ملعبتش في المرة تستاعي وبيانت امكانيات لها بس بيها ونتميز بخوة بدنية ونتميز بتزدد تم الدقة عندي تانيس انيس مدافع جيد جدا عنده سرع في الانقضاد عنده رؤية كمال للملعب انا شوف لي كاين تغيير كبير في شخصيتي انيس تا الاصبع الاول وانيس تا الاصبع هذا شغل فيه تغيير كبير واللاعب اللي قدر انه يحصل على اعلى علامات من لجنة التحكيم هو اللاعب انيس هالف مبرو افضل الله حاداتي اخرجت رجل مباراة واخترت معي كرغز رحنا في الاليكمبتر رحلها في الجو شغل ما انساها شغاف كانت بزف اللي حاوك انه وحانين في جو عوني مستعد نضحي باش نحق اللاقب هادو اللاقب هادو رح يمنحني الفوطسر باش نلعب فارق جوفانتو نشوف بلي افضل فارق في دول ايطالي فيكتوريوس تجربة رائعة علمتني بزف عفايز غيرتني بزف نشوف بلي هاد تجربة مرحش غانسا حياتي جا